يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قبل أن أطرح موضوع الهداية أريد أن أشكر شيخنا الفضيل والكريم رامي عيسى حفظه الله وأتمنى إذ مرة أراه أطيح على يديه ورجليه لأنه كان سبب هدايتي وسبب هذه الهداية أنا كنت من أثباع عقيدة الشيعة وكنت رادودا يعني معمم وبلغ هذه الرسالة رسالة الشيعة خلاف العلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان قبل أن أتعرف مع رامي عيسى كان في غلبي شيئا من حقانية أهل السنة والجماعة هذه هي الحقيقة كان في نفس شيء من حقانية أهل السنة والجماعة لماذا للبحث يعني إذ أقرأ القرآن القرآن يقول شيئا والشيعة تقول شيئا بعنوان المثال الشيعة تقول أن معاوية رضي الله عنه قتل عائشة وعائشة رضي الله عنها قتلت عثمان والطلح والزبير قتل عثمان يعني كان عداوة ما بينهم ولكن الغرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يعني ما بينهم رحماء الغرآن الكريم يقول هم رحماء بينهم والشيعة يقول هم عدواء بينهم فنصدق كلام من يعني هاي كانت من التحركات اللي التحركت في صدري على البحث وكنت أباحث يعني هو الغرآن الكريم حتى بلغني أن رجلا خرج يسمى رامي عيسى وهو يباحث المعممين وكذا وهم يعني ما صار مرة اللي هو يهرب يعني كل وقت المعممين لو يهربون لو يسبون رامي عيسى حفظه الله وأنا بنفسي أعتذر منه من هذا التوهين الغبيح ويعني قبل هايا أنا أطلب من الشيعة أن تبحث عن الحق وكل شيء إذ غاله المعممين لا يغبلونه ويتباحثون ويسألونه يعني لماذا تعبدون علي دون الله جل وعلا لماذا علي معصون لماذا علي بن بي طالب رضي الله عنه تزوج ابنته أمك الثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهذه الأسئلة أسألونهم يعني لماذا كانت هذه الصحبة والشيعة تنكر الصحبة ما بين الصحابة وآل البيت نسأل الله من كل الشيعة الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته